أنا عايز أكلمك حبة على ما قد تطلق عليه إن أردت التكامل العربي العربي أو علاقة الأخوة ما بين العرب وبعضهم البعض والعلاقة اللي ما بتبقاش أيمة بالأساس على فكرة المصالح المتبادلة أو المصالح المشتركة لا هي أيمة على أساس أكبر وأعمق من كده بكتير أيمة على أساس متعلق بأواصر بمحبة بتاريخ مشترك بأقدر أسميها التعاون المستمر اللي يمكن ظهر بشكل أو بآخر من وقت ما كنا زمان من بعد البعثة المحمدية على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانتشار الإسلام في المنطقة فيوحدها خد بالك ربنا سبحانه وتعالى إدى المنطقة دي هدية هي الوحدة اللي حصلت من أول المغرب لحد العراق والكويت وخط الخليج العربي والدول اللي موجودة دلوقتي طيب من قبل ما تبقى أو يبقى هذا الشكل بتاع الخريطة موجود كانت هذه الوحدة وبدأنا خلي بالك إحنا كانت لغاتنا مختلفة إحنا بنتحدث بلغة أهلينا في الشام بيتحدثوا بلغة أهلينا في المغرب العربي بيتحدثوا بلغة شبه الجزيرة يتحدثون اللغة العربية بطبيعة الحال وهكذا فتجمعنا بسبب أو نجتمع بسبب البعثة المحمدية على لغة وتصبح الغالبية العظمة إن لم تكن كلها تتحدث نفس اللغة وإن اختلفت اللها جات ومن هنا بدأت العلاقات تبقى أكثر وطادة ما بقينا الشعوب متفرقة وإنما توحدنا وبالوقت وبالتاريخ وبسبب السياسة أصبحت وحدتنا تتبلور أكثر وأكثر ونقف جنب بعض أكثر وأكثر ونفضل طول الوقت إيد وحدة أكثر وأكثر طيب فتيجي تشوف النهاردة الوديعة التي أودعتها المملكة العربية السعودية شقيقتنا العزيزة بلاد الحرمين يا رب أطلع عمره في رمضان نفسي قلت لسي بأتكلم النهاردة أنا وصديقي وزميلي حزم الحديدي إن إحنا لازم ناخد بعضنا ونطلع نعمل عمره في رمضان فقلت له النبي يا حزم أنا صعب علي العشرة الأواخر بيبقوا زحمة علي والسن ما خلاش صحيطي زي الأول وطبعنا هدية حاجة